بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزيتين إلى فخامة الرئيس سيرجو مترلا رئيس جمهورية إيطاليا الصديقة عرب فيها سمو حفظه الله عن خرص تعزيه وصادق مؤساته بضحايا العواصف والحرائق التي اجتاحت مدن إيطالية أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والإصابات وتدمير للمرافق العامة والممتلكات راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية ويتمكن المسؤولون في البلد الصديق من احتواء وتجاوز أثار هذه الكارثة الطبيعية بعث سمو للعهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس سيرجو مترلا رئيس جمهورية إيطاليا الصديقة ومنه سمو خلص تعزيه وصادق مؤساته بضحايا العواصف والحرائق التي اجتاحت مدن إيطالية وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والإصابات وتدمير للمرافق العامة والممتلكات راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية ويتمكن المسؤولون في البلد الصديق من احتواء وتجاوز أثار هذه الكارثة الطبيعية كما بعث سمو الشيخ أحمد نوافل أحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس سيرجو مترلا رئيس جمهورية إيطاليا الصديقة ومنه سمو خلص تعزيه وصادق مؤساته بضحايا العواصف والحرائق التي اجتاحت مدن إيطالية وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والإصابات وتدمير للمرافق العامة والممتلكات اشتركوا في القناة